أكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ضرورة أن تكون هناك أولويات محددة في مجالس المحافظات تكمل مسار الحكومة الحالية وتصب في تحقيق النجاح واستكمال خطوات البناء وتعزيز الاستقرار في البلاد لا بد أن تكون لدينا أولويات محددة في مجالس المحافظات تكمل مسار الحكومة الحالية للأخ السوداني وتصب في تحقيق النجاح واستكمال خطوات البناء وتعزيز الاستقرار في البلاد لا بد من تفعيل مجالس الأقضية من حيث القانون وآليات اختيار قائم مقام يتحلى بالكفاءة والنزاهة والشجاعة في اتخاذ القرار فالمنظومة الخدمية في مجالس المحافظات لا تقتصر على وجود المحافظ فقط بل يجب أن يتحول رؤساء الأقضية إلى وزراء تنفيذيين للحكومة المحلية لا بد من تركيز أعضاء مجالس المحافظات على مهامهم القانونية في الدعم والرقابة على أداء الحكومات المحلية وأن يكون هناك تنسيق عالٍ بين تلك المجالس وبين مجلس النواب